تعالوا نعرق كل يوم الساعة عرق العفية وليس عرق المرض ماذا يحدث بعد العرق التوقع يحصلين لو مناخيرك مزدودة ان شاء الله تتفك خلاص لو انت عندك مشاكل في الهضم ان شاء الله تتسلم لو عندك مشاكل في العضلات جلطات العرق اقسم بالله يزيب كل شيء اخر حاجة بوصفة للعرق لو عندك فشل كلوي والله العظيم لو لفت نفسك ببطنية وعرقت ساعة العرق ساعة افضل من الغسيل الكلوي 3 ساعات قم بلا تخسل 3 ساعات على الماكنة ولا تلف نفسك ببطنية وتشرب عجز ونطي عرق العرق ساعة هذه اول دعوة النهاردة للمحافظة على جهاز المناعة تعالوا نعرق كل يوم ساعة